والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم مادة الحديث للصفة الثانية الثانية من المقررات ومع الشق الثاني من مادة الحديث وهو الثقافة الإسلامية وانتهينا من الدرس الماضي من درس الاستقامة لنأخذ هذا الدرس في صفحة 149 درس العفة صفحة 49 في الكتاب ماذا تعرف عن العفة أو ماذا يقصد بالعفة وماذا منزلتها في الإسلام وما هي المجالات والأثار على العفة أولا تعريف كلمة عفة بمعنى يكف النفس عن المحارم وعما لا يجمل بالإنسان فعله إذا تعريف العفة يكف النفس عن المحارم إن الإنسان يعف نفسه عن أي حرام سواء كان باب النظر إلى المعاصية أو بالنظر إلى الإنساء أو بالنظر إلى المحرمات أو سؤال الناس أو شيء هنعرف دلوقتي مجالات العفة هي اتضح لنا أكثر معنى العفة منزلتها في الإسلام طبعا حث الشرع عليها ورغب فيها لما لها من آثار حميدة ولما يترتب على وقدها من الخلل العظيم في أقوال المسلم وأفعاله قال تعالى وَلَا تَمُدَّنَّ عِنَيْكَ إِلَى مَمَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أدبه ربه كان أعف الناس كان يعف نفسه عما في أيدي الناس بل عن الدنيا كلها وأثنى الله تعالى على الفقراء المتعففين فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحاف وما تنفق من خير فإن الله به عليم وأرشد طبعا إلى العفة من لم يقدر على النكاح ولا يستطيع تحسيل مؤنته عليه وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله سبحانه وتعالى من فضل هذا بالنسبة لمنزلة العفة ومعرفتها هنجد نشوف بعد كده مجالات العفة وهذا يتضح لنا أكتر اللي هو يعني كف النفسي عن المحارم هنشوفها دلوقتي في أول مجال من مجالات العفة عندك أول عفة عندنا هي عفة الفرج كيف يعف الإنسان فرجة؟ عف الإنسان فرجة عن إيه؟ أنك تبعد أول شيء تبعد عن مقدمات التي توصلك إلى الفرج زي ما خدنا في الحديث الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وسمى المعاصي التي قد يفعلها الإنسان أو قد يقع فيها الإنسان بأنها زن العينان تزني وزنهما النظر واليدان تزني وزنهما البطش وبعدين في نهاية الحديث ألوى الفرج يصدق ذلك أو يكذب يعني النظر والبطش واليد هذه كلها مقدمات توصلك إلى الفرج أو إلى الوقوع في الكبير فعفة الفرج من أهم ما يتعفف به المسلم اللي هو يعفى عن شهوة الفرج وليستعفف الذين لا يجدون نكاح فالاستعفاف هنا بيقوم بضبط النفس وحفظ الجوارح وعدم الخوض في الأشياء التي تثير أو التي تحرك الشهوة وبالتالي توصلك إلى فعل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى الشيء الثاني عفة اللسان عفة اللسان وتكون طبعا بالبعد عن الأعراض وإنك تسب الناس وإنك تقضح في أعراضهم اللي هي الغيبة واللي هي النميمة واللي هي الفحش والقول الفحش وعفة اللسان أيضا تترك الألفاظ النابية والابتعاد عن أحاديث الفجور وذكر أخاك بما يكره والوقوع بين الناس وإنك تسب دائما لسانك يعني ما شاء الله يعني بيطلق في الذنوب وفي المعاصي بيتكلم في كل كبيرة وفي كل صغيرة لا فعلى الإنسان أن يضبط لسانه لأن هذا اللسان هو الذي سيكون عقابك في الآخرة ويكون سبب لدخولك النار لعدم إعفافك اللسان في الدنيا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاشح ولا البديء كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البديء وفي حديث ابن مسعود ابن معاذ رضي الله عنه لما قال وهل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصاد ألسنتهم طبعا لا يكب الناس في النار إلا حصاد ألسنتهم ما جمعوهم من اللسان من ألفاظ ومن غيبة ومن نميمة فهذه هي التي تهلك الإنسان الشيء الثالث العفة عن المسألة فحث الإطلام على العمل ورغب فيه فلا تسأل الناس إلا إذا باق بك الأمر أو إذا كنت عاجزا عن العمل أو كنت عاجزا عن أن تكسب المال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنك تأخذ حبل وأنك تحتطب يعني أقل الأشياء أنك تعمل وتتعب وتأكل من عرقك وتكسب المال الحلال وتسعى في الأرض خير لك من أنك تروح وتسأل الناس وتقول له فلان أعطيني وفلان أعطيني وفلان أعطيني ومما يبعث العفة أيضا ما في أيدي الناس اللي هو حدث أبي هريرة من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر من سأل الناس أموالهم تكثرا كثرا فإنما يسأل جمرا لا يسأل مال إنما هو مفروض ما بيسأل شيء مال ده وبيسأل جمر والعياذ بالله فليستقل أو ليستكثر فهذه أيضا أمر يجب الإنسان أن يتعفف عنه وأن لا يسأل عما في أيدي الناس وهذه العفة تطبيقات منها العفة على التطلع في ملاذ الآخرين واحد ربنا موسع ليه ولا شيء فتبدأ أنت إيه يكون عندك فضول أنك تحب تعرف وأنك تتطلع فهذا بيؤدي أيضا إلى الحقد ويوصلك إلى أمور سيئة فإنك تعف نفسك عن هذه الأمور فهذا هو الأفضل العفة المرأة طبعا الرجل كما هو مأمور بالعفة المرأة أيضا هي مأمورة بالعفة فالمرأة المسلمية مأمورة بالعفة عن التبرج وعدم الخوض في القول كما هو الرجل مأمور عن عفة الناس وعفة الفرج وعفة اللسان هذا أيضا المرأة مأمورة بذلك بذلك الأمر أيضا مجالات العفة العفة عن كل قول وعمل محرم لا يليق ولا يجمل بالإنسان بالإنسان المسلم إذن مجالات العفة عندك عفة الفرج عفة اللسان العفة عن المسألة العفة عن التطلع إلى ما لدى الآخرين عفة المرأة عن التبرج والخوض بالقول نجد النقطة لبعض كده ثمرات العفة الثمر اللي تعود على الإنسان لما يعف نفسه ويلتزم بالمجالات أن يعف فرجه ويعف لسانه ويعف عن الحرام وعن هذه الأمون الثمر اللي تعود عليه طبعا السلمة من الأثام تسلم طبعا لا تأخذ إثم ولا تتحمى ذنب أحد ولا شيء والعقوبة وأيضا تسلم من عقوبة سواء كانت عقوبة عاجلة أو آجلة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخر شيء الثاني العفة من أسباب دخول الجنة فعن عياذ بن حمار قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة وذكر منهم وعفيف متعفف ذو ذو عياذ رجل عفيف لا يسأل الناس صاحب نيال فمن كثرة عفته فهو يعف نفسه أو من كثرة عفته يراه الناس بأنه 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 غني شيء الثالث إكرام الناس وترفعها عما في أيدي الناس إكرام النفس يعني وترفعها عما في أيدي الناس هذا بتعتبر عندك عزة نفس وعدم إذلالها لدى الآخرين العفة أيضا بعثة عن العمل والكسب إنك لما تعمل وإنك لما تكتهد ويكون عندك صاحب عمل وصاحب وظيفة وصاحب مان فهذا بيعتبر إنك يعني إيه تؤمن بنفسك وتحثك على إنك تزداد تزداد من العمل وتكون قادر على الكسب من تلقاء نفسك لا تعتمد على الآخرين بل تعتمد على غير العفة أيضا سبب لعون الله للمرء طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله أنت أردت العفة فالله سبحانه وتعالى عفه ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطيه أحد عطاء خيرا وأوسع وأوسع من الصدق طبعا إن نذكر العفة فعندنا أبرز المثال في ذلك وعفة نبينا يوسف عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام كانت من أظهر سمية هذه العفة مع قوة الدواعي أنه كان شابا غريبا مملوكا في هذا الوقت كان شاب وكان غريب وكان مملوك ومع ذلك قوة الدواعي اللي كانت حواليه أو المغريات كانت مهيئة له أنه كان يفعل الفحشة ولكن حفظه الله سبحانه وتعالى فالمرأة كانت ذات منصب وثيت جمال ودعته إلى نفسها ونرجع هنا إن الإنسان ممكن أن يفعلها ويعف نفسه عنه هذا الأمر حديث اللي هو الناف سبع يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله ورجل تعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني إني أخاف الله رجل امرأة أكلمتك على الشات ولا فتاه كلمتك على الشات ولا توصلت معك على الإسناب ولا على الواصل وتريد أن تتحدث معك عن الرزيلة قل لها إني أخاف الله واكسب رضى الله سبحانه وتعالى وأقول يا رب أنا فعلت هذا الشيء استظل بذلك يوم الكيام وفعلها لله عز وجل لا تندرق وراء هذه الشاهوة ولا وراء هذه الفتنة ورد هذا الباب حتى تكون إنسان عفيفا ويحفظك الله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا يوسف زي ما قلنا المغريات كانت أمامها قال الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك خلاص هيأت نفسها لكل شيء وأصبح الأمر مهيئ لسيدنا يوسف لفعل الفاحشة فعفاه الله سبحانه وتعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي خاف من الله سبحانه وتعالى وأيضا نؤتى مهمة جدا قال إنه ربي أحسن مسواي يعني كيف لي أن أخونا الرجل الذي عشت معه في هذا البيت وهو أحرباني وأحسن تربيتي إنه لا يفلح الظلمان فيقصد بربي أحسن مسواي أنه اللي كان يعمل عنده أنه حفظ أنه يريد أن يحفظه من الخيانة ولا يريد أن يخونه في أهل بيت ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشى إنه من عبادنا المخلصين فإذا من ثمرات العفة السلام من الأثام السبب للأخوة للجنة البعد عن إذلال النفس تبعث عن تبعث تبعث عن العمل والكسب سبب لعون الله سبحانه وتعالى عندنا في الأنشطة تعالى نشوف النشاط الرقم 2 عندك هنا نشاط الرقم 1 يقول استنتق التشريعات التي تنشر وتحارب الرذيلة في سورة النور عندك في سورة النور أنت بتراجعها وتلاقي فيها أشياء كثيرة منها فضل الله على عباده منها عدم اتباع خطوة الشيطان منها الالتزام بالزي الشرعي منها غض البشر منها الزواج للمستطيع وغير تلك طيب تعالى نشوف هنا في النشاط الثاني في صفحة 152 بقول استنتق من النصوص الآتية فضيلة من فضائل العفة أو ثمرة من ثمرة قلنا إن فضائل أو ثمرة من ثمرة السلامة وسبب دخول الجنة والبعد فعزين نكتب هنا الفضيلة أو الثمرة أمام كل نص قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصرين فالفضيلة هنا هنا السلامة من الآثام طيب اتنين أربع من إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة هذا بتكون سبب لدخول الجنة كان من دعاء النبي اللهم أن يسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى أنت هنا في هذا الأمر ثمرة أو الفضيلة أنها سبب لعون الله تعال قال رسول الله صلى الله ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف الفضيلة هنا أو الثمرة أن تكون سبب هي سبب لعون الله تعال نشاط الثالث والمهم بول يتعرض الشباب اليوم لفتنة الشهوات ولكثرة المغريات فإن عفة الفرج أصبحت من الأمور التي تحتاج لمجاهدة وصبر فأقول لك يعني تعاون مع زملائك وما هي الأسباب والدواعي لهذه الفتنة موضحا سبب الوقاية وندونها في المكان المناسب فأول شيء عندك نقول إيه الأسباب أسباب فتنة والمغريات وإيه الأسباب اللي بتخلي الإنسان يقع في هذه الشهوة عندك منها ضعف الإيمان استقاء السوق نظر المحرم الفراغ الاقتراب مما يثير الشهوة التساهل في الحرام ضعف الشخصية انتشار التبرج السهول أو السهولة واليسر في أن تصل للحرام يعني سهل جدا أن الإنسان يصل إلى الحرام فالذي يضبطك هو مراقبة الله سبحانه وتعالى طب كيف يقل إنسان نفسه طبعا أن تسلح بالإيمان أو الوازع الديني زي ما كنا نعرفينها الصحبة الصالحة صحبة الأخيار الزواج كنت مستطيع السلاح الأقوى والدعاء تستعين بالله عز وجل هنا طبعا الحظر من التبرج والسفور والأماكن التي تكون فيها تبرج وسفور قوة الإرادة تذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى في التقويم في صفحة 153 طبعا عندك تعريف العفة زي ما ذكرناها ومنزلتها السؤال الثاني والوضح كيف يكون الإنسان عفيفا في أقواله أقوال البعد عن الحرام ولا تتلفز بألفاظ تغضب زمنية بعد عن الغيبة وعن النميمة باء مكاسبه وأمواله طبعا تكسب من أن تكون تعمل عمل حلال أو عمل شريف تبتعد عن أكل اليتيم وعن أموال الربا وعن المال الحرام الذي فيه شبهة طبعا كيف يكون عفيفا في فرجه وشهواته أن تبعد عن كل الأشياء التي توصل إلى إثارة الشهوة وإلى نشرها وإلى فعلها وإلى الاهتمام بها من مجالات العفة عفة المرأة بل بين مظاهر عفة المرأة وما أثارها على المجتمع طبعا عفة المرأة نفسها بكل صور العفة فقد حمت المجتمع يعني عفة المرأة أنها تكون ملتزمة بالزي الشرعية أنك لا تخرج إلا في الأمكان التي باح لها الإسلام مع زوجها مع أباها وأن تكون ملتزمة بالزي الشرعي ولا تلفت الانتباه وأن يكون لبسها منضبط بدوابط الشرعي فحينما تلتزم هذه المرأة فإذن يصبح المجتمع عفيفا المجتمع لا ينظر إلى مرأة غير متبرجة المجتمع لا ينظر إلى مرأة ملتزمة لا ينظر إلى مرأة محجبة لا ينظر إلى مرأة تصلي إنما التي يثير الفيتنا في المجتمع هي تكون مرأة ألفت للانتباه الغير فحفاظ المرأة على الإسلام وعلى الزه الشرعي وعلى الأداب الإسلامية اللي هو الذي سينتج آثارا صالحة وآثارا إيجابية لدى أفراد المجتمع ما هي الثمرات العفة التي تحقق ليوسف عليه السلام حين تعفف عن الزنا عندك هنا السلامة من الآثام كل الثمرات التي ذكرناها السلامة وسبب دخول الجنة وسبب العون الله والبعد عن الإذلال وهذه الأمور في التحقق حصل عليها سيدنا يوسف لأنه تعفف عن الزنا وأراد أن لا يغضب ربه سبحانه وتعالى وألا يغضب مليكه أو الرجل الذي يعمل عنده فهذه معنا باختصار العفة فإن شاء الله ألتقي في درس آخر من الشيئة الله تعالى مع درس الأخلاق وإلى لك آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته